بدأ السلطات الشرعية إجراءات فتح جمرك جديد في محافظة مأرب بعد إنشاء نقطة جمركية جديدة بين العبر والرويك شرق البلاد في حين يوجد جمركاء الوديعة في حضر موت وشحن بالمهرة وهما منافذ جمركية رسمية تكفي لترسيم البضائع الواردة عبر المنفذين وقال سائقو شاحنات النقل الثقيل إن الخط الشرقي أصبح فيه ثلاثة منافذ جمركية واحد تابع لميليشيات الحوثي وجمركاني يتبعان الشرعية في حين لم يسبق أن اعتمدت حكومة ما محطتي ترسيم جمركي في خط عبور واحد وتسأل سائقو نقل البضائع كيف يتم فتح ترسيم وجمارك آخر بنفس إطار تلك الحكومة وكيف تجمركون المجمرك وترسمون المرسم جمارك داخل جمارك وحكومة داخل حكومة